هذا وكشف ناطق باسم اللجنة الأوبياء دكتور نذير عبدات عن تسبب سائق الخناصري بنقل العدوى لأكثر من مئة شخص مشيرا إلى أن عدد الحالات المخالطة له بلغ مئة وأربعة حالات وأوضح عبدات أن السائق لم يلتزم بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما في منزله وأنه رجع ثلاثة مستشفيات في ثلاث مناطق هذا الفيروس يسبب التهابات في كثير من أجزاء الجسم ليس فقط في الجهاز التنفسي ولو أنه أكثر ما يشمل كمرض هو الجهاز التنفسي ويسبب التهابات شديدة في الجهاز التنفسي التهابات فيروسية قد يكون هناك ما يسمى بالكوينفكشن أو التهابات ثانوية هذه الالتهابات الثانوية قد تكون بكتيرية أيضا وحتى البروتوكول العلاجي بالأردن قال أنه في بعض الحالات يمكن أعطى مضادات حيوية لأنه يمكن في بعض الدراسات تقول أن حوال عشرين بالمئة من هؤلاء الأشخاص يتعرضون لالتهابات بكتيرية وطبعا بالطبع علاج الالتهابات البكتيرية يكون بالمضادات الحيوية موضوع التجلطات اللي ممكن تحدث أيضا صحيح هناك يعني الدراسات قالت بأن هذا البعض يمكن أن يزيد من التجلطات وهذه التجلطات ممكن أنها تسبب تجلطات وريدية وشرينية بمعنى أنها التجلطات الوريدية تؤدي إلى جلطات في الرئى التجلطات الشريانية قد تؤدي إلى جلطات دماغية وجلطات في القلب إذا كان الوضع الوبائي جيد فمن المنطق أن تعود القطاعات المختلفة للنشاط وكما تم سابقا عادت الكثير من القطاعات للعمل الشركات والمصانع والقطاع الصناعي والتجاري والخدمي والنقل عاد منذ فترة واليوم نحن في وضع وبائي جيد وعاد القطاع العام للعمل من جديد في ظل وضع وبائي جيد هذا يعني وضع ملائم وجاء تعودة القطاع العام بأعتقد بالتوقيت المناسب لا شك في الأيام القادمة سيتم يعني إعادة قطاعات أخرى إذا بقي الوضع الوبائي مسيطر عليه كما هو الحال حاليا المؤشر والعام المهم هو نسبة انتشار الوباء في الأردن نسبة تفشي المرض في الأردن هي قليلة جدا في الوقت الحالي لذلك هناك مجال واضح لعودة القطاعات المختلفة إلى العمل تم البدء بالقطاع العام وإن شاء الله إذا بقي هذا الوضع الوبائي جيد نتدرج بقطاعات أخرى وحسب الخطورة التي قد يؤديها عودة أي قطاع من القطاعات المتبقي ترجمة نانسي قنقر